السلام عليكم ايش احوي لكم ان شاء الله نهاركم زي نهاركم مسعد ايام الناس نقول لكم لهنا اسباح الورد خاطراني توا عندي صبحية نقول لكم زي دا ان شاء الله سيامكم مقبول وذنب مغفور امين يا رب العالمين وان شاء الله يا ربي يعجبكم دبارة العشين بتعلينا نعاونكم فيها وكاو نبدأ بسم الله ديما ونتوكلوا على ربي وديما نذكروا الرحمين ونسبحوا وحنا في الكوجينا وحنا نطيبوا ونصليوا ديما على سيدنا الفوليزي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ايا سيد اليما دبارتي بش نعمل شربة مفورة شربة مفورة بتجيش اليوم ونعمل شربتي حسنوا منهم زيانة مش خعيب نعاونكم فيه وبرع حذرت سفينيريا وبطاطا اكاو بش نحط فيها وكيما تعرفوا الحمص ديما نطيبوا واحده الحقيقة يبدأ ديما حتى نخبيه في الفريقو نخبيه نصفة طيب معناها نصمته نحب المام بتاعه ويتنحى معناها منه ونبعد نخبيه في الفريقو يعاوني في التطيب اسهل معناها مش هدش برشا وقت وكن جين طيب وكن طيبوا فكروا وينها واحده لحقيقة كل واحده كيفاش فما برشا ناس تحط الحمص في وسط المرقع ويطيبوه نحسوا يبدل لي ما تعمل اكلا متاعي حاسي له ايا سيدة خذت زوزف خيذات بش نعملهم وذوكم ونطيبهم وتريف اكا الزر متاع الجيش بش نعمل بيهم للشربة متاعي اليوم بش نعمل شربة شيش تعرفوها عاتوا سهلة وفي نفس الوقت بش نعمل زيدة سليتة تنقلكم من بعد وبش نعمل زيدة وصفة مزيين البريك تعجبني بصراحة عملت فيديو ويني لحقيقة هبطتوا البارح في الانستجرام والباش فيسبوك متاعي بتباها للشربة المفاورة كفيديو صغيرون عاد ميكم بتعرفوني نبدأ نصور منا ومنا هيكي كغراء امرأة وعامنا جو كهو خذيت منوزوز جرينات الفلفل متاعي حتيت لهم مكة شوية ملح وبش نقليهم بالتباعة وديما ديما اكل الفلفل نحاولو ان احنا نقليوها في الزيت البارد معنى ما تحطوش في الزيت السخون باش ما يتحرقش ما يوليش لون الزيت متاعنا لونه غامق بهي حسينه واي مش نبدأ نتون طيب في العشاية متاعي عنا بديت نقلي فيهم لهنا وفي نفس الوقت ما كم تعرفوا الروتين العادي ذيكا في الصباح نقومونا في الدار وكالجوة ذيكا الكل ناشيتين الحمد لله شراء ربي ديمها علينا نعمة المهم الضحكة ما تفرق شكله جاي نقولوا احنا ديما نضحك وديما عاملينه عاملينه كجولر وإحنا بتبيع ذي الكل بالتاقة الإيجابية تكون موجودة بالقرآن الكريم في الدار ديما ما تقوم في الصباح تحطها كصورة البقرة محليها وتبدأ الدار بكل كديرة بها المليكة وخيفة محليها محليها حاسينه واي لهنا مش نحضر الطماط المتاعي والهريسة العربية مش نعملو اليوم بالهريسة العربية خاطر بالحق فوحتها ومتنسي وجدي من الهريسة العربي فيها لفاح معنية فيها الكروية فيها تيبل فيها الثوم تزيد تبنن الأكلة متاعنا فهمت حرحرها كوات وزوزها حاسينه حتيتهم مش نحط لهم ماسخون فك السحفة وإكيد باش نخلط الطماط الممتاعي بالكده بالكده وفي نفس الوقت نحيك الفلفل اللي قاعد يتقلى سلة سلة يبدلونو مزيين عطب تبيع باش نزينو بيهم بعض الشقالة متاعنا ما عملتش الحقيقة اليوم حاجة حلوة إن شاء الله الفيديو جاي باش نعمل معكم حاجة حلوة مزيينة برشا باش تتعاونكم بمعنية تقدموها في السهر الحقيقة جاي أمي أعطتني حلوة البيضة قلت الوهمة اللي نعم في حاجة حلوة هن عندي الحلوة البيضة يزي أما نوز نروحنا عاد بعد رمضان كيفش نوليو إن شاء الله ربي يهنينا وكا وإن شاء الله نكملو رمضان ديما نعاودها ونقولها معنى رمضان شهر عبادة نحاول نحن نطيبه وصحيح وكل شي أما نعملو كل وقت نتاعنا نخصوه في قراءة القرآن وفي العبادة لله عز وجل وديما نشكره ربي ونحمدوه على كل شي صحيح إنه ذيك خطر قناتي نخدم عليها ديما نحب نخدم نعاونكم بالدبارة وكاها ما كان جيت في قلبي أكمل داخل نستغنى عن هذا الكل وركز كنا في العبادة أكاها ومعنى الحقيقة نقول هي لكم ما إني مربوطة سبحان الله بناس متعلقة بي كيفكم أنتو تحبوني ونحبكم مجمش تستغنى عليكم معنى وليت لي إيك حاجة من جسمي معنى بالحق يزمني نعمل فيديو رغم اللي إني راه وصدقوني معنى اليوتيوب معنى مش غرام وغرام وكاو حاجة كفي دمي تلقاني حتى توئيني قادة نصور في الفيديو هذا الشربة المفورة يتعب برش المونتاج متاع الخدمة متاع الفيديو اللي مش نهبته على تيك توك يتعب أكثر معنى خاطر نقص منا ونعمل ندخل للصفحة تيك توك ونعمل المونتاج بالحق يتعب متتصوروش قدي إما إني مستمتعة بصراحة في الخدمة متاعي هذية فرحانة بيها على خاطر وكاو معنى جيسة عملة جوة عليها وكاو المهم ما نكون إني سعيدة سعيدة في حياتي سعيدة في حاجة اللي نعمل فيها ذيك الفيدة حاسي لو هي يكملنا لعيني كل شي بدينا مش نحطه توا ذيك الشربة سيئة كي ركحتها فيسعة فيسعة مزيل كن الكلافس حط لها الكلافس برشا قالولي نحي لبروتو كنور معاش تحطه يعني سمعت كليمكم مش لازم نعملوه حتى وحدنا في الدار يعني نسمعيني الكليم ريتونية الشربة اليوم عملتها قد ما شفتوا يعني نحط لها من بعد الثوم والطماطم الثوم مش برشا يعني سنتين ثومة نقصهم ونحطهم ونفوحها ملح في الفلفل أكحل وفلفل أحمر والكلافسو اللي بشي بننا وكهو وتشيش نقليه مع الطماطم ونبعد نمرقها وكهو تيب على روحها سلة سلة نهم حتيت له هناك كلب صل هو راس بصل كبير لحقيقة بشي قسيته جويد اقسمته بين الشربة وبين الشربة المفاورة حتيتك البايتة جيد بش نقليهم اكيد بشير الشعليهم توا شوية في الفلفل أكحل شوية كركم بشي بنينه بطبيعة وديما برب نقول لبنيتك اللي تبعوا فيك خاصة ناكل عرائسة جددك اللي ميرجيني في الانستجرام بالحق محليهم عليش نقول ميرجيني في الانستجرام على خاطر نقض ساعة طيبة معاهم تصوروا معناها اين لي ايني تبدي هي طيبة وني معاها في الانستجرام نقولها أقلي هكا أعمل هكا وربي هنيها بركة ونقول للراجل واسع بيه شوية معناها كلبنيت الصغار وكل واسعوا بيه لكم شوية مرة جي بيه مرة جي خايبة لينك تتعلم معناها نبدي معاهم في الانستجرام معناها ساعة نطيب لها أكل كاملة بالكلم وكاها وان شاء الله يا ربي في الاخر تجي حاجة مزينا نقول لهم دي ما الجيش كي تاخذوه قبل ما تقليوه معناها في الماكلة متاعكم ما تنسوه شكل خقارس وإلا خل قبل بمدة راهوا يبنن لحمة الجيش وجيك ماكلتك ابنينة دي ما حطوهم كالفازات اللي في مخكم معنا ما تنسوه مش عاكم شوفتم معنا حتيت تماطم حتيت فلفل أحمر فلفل أكحل كركم وحتيت الخضر متاعي اللي هي شوية بركم معناها حتيت كنس في نيريا وبطاطا وكاهاو مش برشا حتيت نصر طل شربة لهنير شربة تاخذوها كتويلة شوية معناها مشق الجويدة بش نحط لها شوية كركم ونحط لها شوية زيتونة ونخلطها بالقديب 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 بهي بش نحطها تتفور بعد ما نحطها تتفور حاجة مهمة إنها تفويرة لولا نقولوا احنا بعد درجين بعد درجين ترش عليها شوية ماء ترشها كين ماء فوقها وتخلطها بهي وتكررها العملية دي كمرتين ثلاثة الخبز دي خبز عملته معاكم مقبل خبز الزيتون تغرمت به لحقيقة عملته المراذية بالطريقة هذي مانيا قد الطبق محلية محلية دي جا عملت وعد معاكم مقبل في الفيديو اللي فاتت في الفيديو اللي فات ممكن وفوحت وحطيت لوا فلفل بر العبيد زيتون وعملت سميد وفيرين أنا أعطيكم هكا روسيت بالكليم بشكل يمن نسيها نذكروا فيها فقط المهم تيخذ 400 جرام سميد أرتب تيخذ عليهم 200 جرام فيرين تحط مغير فاة كبيرة سكر مع ساشي خميرة خبز وتحلهم في الماء الدافي وتخليهم يتفعلوا تحط زيدة عظيمة وتحط كعبة غور ناتوريل وتخلط هالمكونات القلمة بعضها أكيد مع اللفحات مع السينوج حبة الحلوة خمر كما شفت حتيتها في الكوشة حمارة وطابت ما شاء الله يعني تيزم ويدا 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 وانت طيب وتصلنا في عاملة جو ما تقول برشة علي وليه تبدأ خفيفة تكون خفيفة في الكوجين متاعك ومن أبسط الأشياء نعمله طاولة عامرة ما شاء الله خيريت وبركة سلطة بس 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 تهذم هكا وتخليك كم نعوش زادا لتعاون في الماكلة وزيد نقولو احنا بنينة مش حاجة خائبة بتبيع رويس بس بس ولا اشتر حتى بس بس يعني منعملش برشة مش منعملش برشة معناه نعرف اين الكمية قديش بش ناكله معناه كيمة الشربة المفورة عملت نصر طل هكا هويزي فيها البركة خاطر خيريت بالحق مع الشربة مع صلاتة وزيد بش نعمل البريك ماشاء الله خيريت وبركة البريك اليوم زيدة بش نعملو بالريقوتة كريتو محلي لبطاطا لحتى شي جربوها اليوم اعملوها خذيت زوز عظمية سمتهم منبعد برشتهم معناه ولا قسيتهم منبعد تحط لهم الريقوتة تحط لهم كان عندك جبن حط زيدة بتبيعها فوحت وكب مع شوية ملح وشوية فلفل اكحل وتحط هذن مركوض معناه على حسب بش عندك انتي ما قدش من كعبة بريك بش تعمل كما اني اليوم عملت ثلاثة بريكيت خطرحنا كما تعرفوا لحشي احنا اللي نتعشي هو اللي نسحر وهذيك عليش اللي نعملش صحور معناه ذيك هو صحور بصراحة معناه ما ماذي ساعتين كيك نتسحر ثلاثة كل مرة وكيف الحقيقة نعاود نسخن الشربة المفورة ونعاود نحط الطاولة هيك نعاود ونتعشي ومعناه الحقيقة استنسنا بك الريت بذيك وكهو هيك عليش تلقوني ساعة نعمل بزيد شوية وكهو احنا تبرك الله الشربة المفورة كفضلة والحمد منكثر الشخيق متاع نهارينا كاول حاسل وسات البس بس معروفة ايني نحبها بالمعدنوس بنن برشة بالمعدنوس شوية بسل تمتومة تنجم تحطوا حتى فلفل ونفوح هذية ديما كيما تعرفوا إسلطة متاعنا أي إسلطة نفوحوها قبل المغرب كيك بدرج ولا بدرجين ما نفوحو هيش من بكري كيما تعرفوا المهم شوية ملح وشوية فلفل وشوية تحطوا زيت زيتونة كان حبيته معنا إن يحط العرون عنها شي حسلة تلبس بس خلطها مليح 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 لنتعقادك الزيت الزيتونة مع القارس وكل تولي عاقد كسوس يذي كفي اللخر كي تحط صحي نمتاعك تخلطها بالقدي وطيب لها عظيمة وتزينها وشوية تنها في الوسط وكعبة زيتون كحلة محليها ويا سلام سلم كاو يزي فيها البركة إذي كحضرت بورها بريك لنتكيها على جنب ونحضر حشوة البريك والله ستقوني من غير بطاطا خفيف على محليه وما تنسوش تشدوا الكبار وتقصوها كجويد مش ميظهرش إني نحكي كتقوش عليها وليدي كيف كيف وليدكم معنيني خطر وليدي ما يحبوش معنيني عائلتي متحبش الكبار بنتي متحبش متحبش الكبار إني شنون عم نقصو جويد مليح مليح ميظهرش يولي شي عمل هو الكبار يسيبنكها أخرى كيف في الطاجين ولاقي في حاجة تحبوها يسيبنكها على محليها كي يبدأ مرحية ميظهرش حسيلو كما شفتو معنيني شويتونا حتيت معدنوس معنيني حتيت ريكوتا حتيت معدنوس شويتونا شويتونا زيدة بصل وحتيت زوز عظيمات مصموتي برشته وجاي خفاي في شره وركثوا بالعظم قليت كعبة البريك تاو الشربة متاعي سيح حضرته تاو باش نسقيها عاد وكاها ديما نعود نذكركم بربي والمرة الثانية بعد رايجين اخرين زيد تعود تبخ عليها المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة نحب نذكركم تولي تحط لها من المرقة اللي في القدرة تخليها تتفور معها تمسلك عيبة تلقاها طابط تولي تخلي التخطوخ متاع المرقة متاعك عاقدة تبدأ قار زيتها كي تحط ها في الشقالة تسب بالسوسة المزينة اللخرينية العاقدة وتسقي بها وتزين الشقالة بالقرينة الفلفل وكل عظيمة مصموطة وتحط بيت الخضر وكهو وهذه هي عشيتي محليها معلزينها يزي فيها البركة بتبيعة فما الكواليس هذي كل اللي مصور تلكم مش المعون الكوجينة يزي ما تكون مرتوبة ونظيفة قبل لذين المغرب تركزوا فيها ردوا بيلكم تتعشيوا وكل بابو معبي بالمعون إذيكا حاجة خايبة تطيح النفسية تخليها خايبة تتعشي ونتي متقلقة ونتي تخمم مع المعون قبل ما تتعشيوا القاز نظيف البريد منصوب بوق القاز المعون مرتوب ومرجوع لبلاستو فيهي تفهمنا فيها الحكاية هذي إن شاء الله ديما عامرة إن شاء الله بتنسي وشعدك اللايك المزين للفيديو والتعليق اللحلول يقعد ديما نستني فيه وإن شاء الله كل مرة نجيكم بيت بارة بارة بسيطة سهلة كيف الناس المهم نكون معكم موجودة في اليوتيوب وكاو ربي يحميكم ربي يفضلكم ربي يعز مقداركم ونحبكم برشا قد من أنتم ما تحبوني بأكيد إن شاء الله إن شاء الله وكل يوما نجيكم بالكتب ربي إن شاء الله المراجية بش نوعيدكم وعد مني بش نجيب لكم مراجية حاجة حلوة قاد نحضر فيها ديجا حاجة حلوة للسهرية بش نعديو بيها كويس سي ولا قيوة عربي وكاو نخليكم تواعد في ذمين تربي وفي حفظه بش نشب وعد الكويس سي المنعنع مع الحلوة البيضة اللي جيبتها لأمي الغالية وكاو إذي كاو نهيري عديتوا معاكم مصباحة تيش للليل إن شاء الله ياربي أيامتكم كلها مزيينة قلكم تاو بسلامة باي باي شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة